طبعاً في حاجة مهمة جداً يعني بعيد عن موضوع الكورة الكورة والمنتخب يعني الزمالك طبعاً للأسف الشديد النهاردة عنفرد معاكم بتفاصيل رفض سبورتنج لشبونة رسمياً كل محاولات تأصيد المبلغ المستحق لهم من نادي الزمالك ايه القصة؟ القصة انه رسمياً خلاص وصل نادي الزمالك رفض سبورتنج لشبونة كل محاولات الصلح والتأصيد سبورتنج لشبونة للأسف فجأهم قال لهم ان النادي غير مستقر في الجواب وده المعلومة دي كانت عندي ولكن بنفرد معاكم بالتفاصيل قال لهم ان النادي غير مستقر وان فيه قضايا ومهدد ان يرحل من خلال هالمجلس بعيداً عن الكلام ده صح ولا غلق ولا وصلهم من مين ولكن ده الجواب اللي جاه فهم بيرفضوا التصالح وبيرفضوا التأصيد رسمياً وأخطروا الاتحاد الدولي الكابتن حسين لبيب بصراحة الله يكون في عونه ومجلس الإدارة وعند انفراد مهم جداً في الإقار ده لانه عجبني جداً الكابتن حسين لبيب في حاجة يعني أزمة شيكبالة وسبورتينج لشبونة من أعتن أزمات اللي بتوجه الزمالك لن المبلغ كبير اللي حصل ايه؟ اللي حصل على قول بدأ يتحول مجلس الإدارة والكابتن إسل لبيب من موضوع محاولة تعصيد المبلغ إلى شقين ازاي ندبر الفلوس ونتفق كاملة وبسرعة الشق التاني إيه اللي ممكن نعمله اتصالات عكا نوفر هذا المبلغ فيه خاطئين ماشي فيهم نادي الزمالك الزمالك أنهى القرض بالدولار ومش عقول الرقم ولا البنك ليه؟ لأن فيه مسؤول كبير في النادي الأهلي والكلام ده على مسؤوليتي اتصل بذات البنك وقال له احنا عرفنا أنكم عتدوا الزمالك قرض بكذا كذا كذا مليون دولار احنا عايزين زيه قال له والله نادي الزمالك قدم الضمانات اللازمة للحصول على هذا البنك من البنك على هذا القرض قدم الضمانات اللازمة للحصول على هذا القرض وإحنا شبه خلصنا مع نادي الزمالك طب إيه إمكانيت أن احنا نأخذ زيه؟ قال له معلوماتنا أنه كنتوا واخدين قرض من بنك آخر فمش هنيدى أنه يكون قرض بالدولار فعشان كده مش عقول اسم البنك لأنه هم في النادي الأهلي عارفين من البنك ومعروف من اللي اتصل برئيس البنك وتكلم معه ومعلومتي مؤكدة بس ده مش مشكلة يعني من حق الأهلي أنه يدور على أنه يستفيد زي ما بيستفيد الزمالك ومن حق الزمالك أنه يدور يستفيد زي ما بيستفيد الأهلي وهم عنصرين الكرة القدم والرياضة في مصر ولكن الشقة بل يعني تفضل وهي مباهة مدام في الصح عادي الزمالك قرضنا عايز أخذ زيه ينفع أو ما ينفعش عادي خلص ففي النهاية البنكة ما ينفعش يبقى دي الخط التاني توفير الفلوس واخذ بالحضرتك والدفع كاش القرض بالدولار عاك أن يبقى عندي الدنيا في الأمان خل بقى أنفرات ثالث الزمالك أرسل خطاب للكاف سري للغاية وغير معلن وطلب تدخل المهندس هاني أبو ريدا عاك أن الزمالك لي جرشين عند الكاف شوية دولارات كده عند الاتحاد الإفريقي فالزمالك عايز يعمل شبه مقصة يعني الإرشين اللي لينا من فوزنا في الكونفدرالية وصعودنا والكلام ده على جرشين قدام متأخرين أنا مش عارف إيه ما ندخلهم في موضوع سبورتنجلشبونة لو ينفع ويتحولوا دايريكت بصفة أن هانا بو ريدا عدو المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي وعدو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي فما نحولهم ونشوف الباقي كام ونبعدهم حولنا نتواصل مع المهندس هانا بو ريدا وعرفنا الآن إن إن شاء الله عايقب فيه تفاؤل في النقطة دي وهانا بو ريدا عايقدر يعمل فيها حاجة ولكن في جميع الأهوال مبلغ سبورتنجلشبونة جاهز مع الزمالك وعيد بعد كامل سواء إذا نجح هانا بو ريدا في تلبيق طلب الزمالك بعمل المقصة يعني لنا كام ونكمل أو اترفض الطلب الزمالك هيحول الفلوس بالكامل علشان بس الناس اللي عام له حملة على نادي الزمالك وتقول لك ما أعلنوا شرقين يا سيد الفاضل ما أعلنوا في البيان طب أنتوا النهاردة بتهجموهم ليه عايزين إيه طب أنا دين بقول لك هوا انفراد الزمالك بيجهز الفلوس بالكامل بتاع السبورتنجلشبونة ما نشانا قلت لك قبل كده كان فيه جواب بالموافقة على تأصيد المبلغ على فكرة كان كلامي صح ولكن اتبعت بعد كده رفض للتصالح بعد ما اتبعت للناس تفاصيل قضية القضاء الإداري اللي في المحكمة ولن نترك الزمالك يتهد مهما الناس اديقت مني وأنا هنا بحي مجلس حسن نبيب جدا 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 وبقول لكم انتظروا أنا أقدر لكم 12 13 14 15 هيكون فيه بيان بإنهاء أزمة القيد والبيان طلع من مجلس الإدارة انت مش مقتنع بي ده قصة تانية وخلاص الزمالك أعلا على 31 كل الموضوع يكون خلصان فكل واحد بقى يا جماعة يطمئن من الزمالكوية وما يسمعش للهدمين وخربين البيوت ما يسمعش المين للهدمين وخربين البيوت وياريت بقى يا من عقدت بقى نزج باسم شيكبالا في الموضوع وكأنه هو عمل الأزمة لا شيكبالا أسطورة من عساقير الزمالك عند الزمالكوية وفي الكرة المصرية تم محمد مجد أفشا اللي لما أنا قلت شيكبالا أسطورة من أساطير الكرة في مصر الناس كتمتني محمد مجد أفشا اللي أسمني ومنك في الكرة وربنا يكرمه ونحسبه عند الله على خير قال لك أتمنى يكون عندي واحد في المية ولا اتنين في المية من رجل شيكبالا الشمال كنت هدية العالم ده تصريح لمحمد مجد أفشا خلق يا جماعة ربنا بيقبل التوبة واللي بيقول استغفر الله يعقول لك أحب صوت إلى الله صوت عبد النادم يقول استغفر الله العظيم ويقول يا رب سمعني خلاص الراجل تجاوز وبقي كويس وزي الفل هنقعد بقى البارة ونقعد نعطبع ونعمل لاش كبارة أسطورة غصبا عن أي حد والزق في موضوع سبورتينج نشبونة انه هو وارا مش قال لا 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 ده موضوع كبير ومش عايزين نألف في الدفاتر ولا نألف في الماضي ولكن في النهاية سبورتينج نشبونة بعت رسميا عدم التصالح والدفع كاش والزمالك بيوفر المبلغ كاملا والقرض اللي بالدولار خلص وفي جواب طلع من الزمالك للاتحاد الافريقي عشان يطالبوا بالمستحقات المتأخرة بالدولار او تدخل في أزمة اللي شبونة كما قصة واخد مالك محدش هيقولك الكلام ده في مصر عشان بس احنا عايزين نضمنك وبنحب الزمالك وبنتقل الله في الزمالكوية واخد مال حضي ده عندي كمان والله العظيم زعلتي جدا كام يا محمد كام دي قد دي الوقت 35 طيب عندي حاجة مهمة اختم بيها عشان بصراحة مش عايدة اتكلم في ايه اخبار تاني عندي ايه زعلن جدا على طلاء ياسمين عبدالعزيز بن احمد العوض بصراحة زعلن جدا يعني هما اتجوزوا في عشرين عشرين وادي العرافة اللي طلعت معايا قالت لي عينفصلوا ومش عارف دي الوقت انا جان عطايا عاملت لي روشنة يعني في كذا حاجة بدأت كذب المنجمون بس هي مش منجمة هي بتعمل حسابات بالتواريخ يعني قالت لي المنتخب مش عيكمل في افريقيا فرب لا يسطر وقالت لي عينفصل ياسمين و واحمد العوض طبعا صدمة تلقاها المحبين انا شخصيا باحترم احمد العوض جدا وبقدره وباحترم ياسمين عبدالعزيز جدا وبتفرج على كل حاجاتها فالخبر صدمني ولكن يمكن وسط الصدمة لأنه محد شرطة أبدا بالانفصال لأنه ده اسمه خربان بيوت وسط ده لما يكون فيه شياكة في الخروج ربنا زي ما شرع الزواج شرع الطلاق لأن الزواج حبل ووثاق متين بين الإنسان وزوجته بضمانة الله لأنه حبل الله المتين الزواج ولما ربنا شرع الطلاق حتى يظل الطرفان في احترام وفي نفس الوقت يكون العلاقة بما يرضي الله كل واحد ياخد حقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده اللي أنا شفته يعني رغم الحزن بتاع الانفصال يعني السوشيال ميديا بتبعه كله زعلان على انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز لكن هم بصراحة الاثنين كتبوا انهم الطلاق تم بالفعل وفي هدوء تام ويبقى الاحترام بينهما عند كلمة يبقى الاحترام بينهما يريد الإعلام لا يتدخل في الحياة الخاصة ولا يدخل في التفاصيل خلاص ده اللي أنا احنا انفصلنا وده اللي احنا انفصلنا ويبقى الاحترام بيننا بلا يتبقى ازاي حصل الطلاق وإحمد العوضي مسافر ياسمين نرفز ومعرفت شي تحتوي إحمد العوضي كلام بص يا جماعة الشيطان يكمن في التفاصيل وين كنت مهما أقول الناس مش عترحمهم ولكن كل التحية والتقدير لإحمد العوضي وكل التحية والتقدير لياسمين عبد العزيز واتمنى لكل منهما حياة سعيدة موفقة وربنا سبحانه وتعالى يرزق كلاهما أفضل من كلاهما يعني ربنا يرزق أحمد العوضي بمن هي أفضل من ياسمين ويرزق ياسمين بمن هي أفضل من أحمد العوضي على فكرة المقولة دي مشانا اللي بقولها المقولة دي دايما وأبدا بيقولها العلماء عند الطلاق إذا وقع الطلاق فتمنى أن يرزق الله المنفصلين خيرا منهما يعني إذا كان الزوج ربنا يكرمه بمن هي أفضل وإذا كانت الزوج ربنا يكرمها بمن هو أفضل سيدنا عمر بن الخطاب لما ماتت السيدة أم كلسوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخد بالك أنت ذهب لسيدنا عثمان بن عفان ليه حزين وكئيب أنا بس بقول الرسالة دي لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز ومتدايق فسيدنا عمر بن الخطاب أراد أن يلطف على عثمان بن عفان فقال له يا عثمان إني أعرض عليك حفصة بنت عمر للزواج يا عم خلاص الله يلحب رؤية وعايز يطلعه من جو الحزن فقال له إيه رأيك ما تتجوز حفصة بنتي طبعا هو مش علاق في الدنيا حسن من عثمان بن عفان فعمر بن الخطاب يعرض حفصة على عثمان يعني فسيدنا عثمان رفض بالبلد كذلك لسيدني في أحزاني يا عمر ومش عارف إيه وأنا مش بفكر في الجواز دلوقتي فالمهم رح سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم زعلان جدا جدا إزاي يا رسول الله أنا عمر بن الخطاب الحسب والنسب باقيها وإرج الجاهلية يعني مش يعني التفاخر بتاع الجاهلية ركب دماغ سيدنا عمر ورح قال لك إيه إزاي أنا عمر بن الخطاب أعرض بنتي على عثمان فيرفض كيف فقال الرسول الكلمة اللي قلت لكم ابتسم في وجه عمر وقال له تمخل يا عمر عسى الله أن يرزق عثمان من هو أفضل من حفصة ويرزق حفصة من هو أفضل من عثمان طبعا ما فيش طلاء حصل أنا بقول القصة لي بمناسبة طلاء العوضي وياسمين لا بس بقولك دايما تمنى أن ربنا يعوض بالأفضل فتخيل أنت من في الإسلام وقتها كان أفضل من حفصة ومن هو أفضل من عثمان فبس مين بقى فتزوج عثمان على فكرة هذه الرواية في كتاب بنت الشاطئ أسماء بنت عبد الرحمن في كتاب نساء بيت النبوة حصل إيه بقى قالت لك إيه قالت لك فتزوجت أنا رقية بنت رسول الله اللي بتحكي قلت لك فتزوجت أنا من عثمان وكنت زنورين يعني بسببها بإيه زنورين ولا يوجد في المدينة من هو أفضل من حفصة إلا بيت محمد وتزوج رسول الله من حفصة فلا يوجد في المدينة من هو أفضل من عثمان بعد أبي بكر وأمر إلا رسول الله واخد بالك أنت فبس يعني قلت قصة من القصة اللي بتعجبني فربنا يرزق العوضي بمن هو أحسن من ياسمين ولها منا كل الدعاء بالتوفيق والنجاح في حياته ويرزق ياسمين من هو أفضل من العوضي ويرزقها النجاح والتوفيق في حياته ويرزق العوضي كل الخير وياسمين كل الخير ألتقيكم على خير واهدوا اهدوا اهدوا وإن شاء الله رغم أني متوقع التعادل مع غانا ربنا يخيب ظني ونفوز وحتى لو تعدلنا قدامنا لسه الرأس الأخضر لو فدنا نوبة خمسة وننجح وحتى لو تعدلنا مع الرأس الأخضر تفاقلوا بالخير يتجدوه ممكن نخش أفضل توالد هتقول لي نشهد بقى الدخول أحسن توالد ما يمكن ربنا من رحم المعاناة تأتي البقولة ألتقيكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته